اشتركوا في القناة اول كلمة كيمستس سي اتش هنا موجوها كيمستس سيدة لي كم سمن او كم كمية معناها كل او لكل واحد معناها ينسى وده فعل معناها كثيرا يعني جنيه رخيص السمن يعني فكة او باقي النقود طبعا دي صفة يا جماعة معناها رخيصة الاس هنا يعني ما مر كم عدد يعني كريس اللي هي العروس اللعبة او الدمية حلوة معناها قطار يعني رجل او ساق اللي هو طعام من حبوب يساعد معناها يأخذ ودفع يعني هنا عندي تمام اللي هم ايه افعال في بعض يعني بعض حروف الجر الهمة والتعبيرات اللي حنقراها في في الدرس زي كلمة واو تقال عند الدهش او التعجف يعني ما كن مندهش من حاجة واو يعني انه رخيص او هذا رخيص واو واو يعني الواحدة بايه بجنيه معناها ايه معزرة هي معناها اه يا هذا وبنستخدمها عشان نلفت انتباه الشخص اللي جدامي معناها لا تنسى الباقي كلمة تشانجي هنا معناها باقي النقول لا تنسى الباقي منخلي بنا اللي باعدونت يا جماعة بيكون الفعل فين في المصدر افس افس معناها عفوا بنقولها لما واحد يعمل حاجة خطأ او يرتكب خطأ غير مقصود شكرا جزيلا بالتأكيد ممكن ايه تساعدني في الصفحة اللي بعدها اللي هي صفحة 13 كتاب المعاصر للصف الرابع الابتدائي في اللغة الإنجليزية اللي احنا شغلين منه نخلي بنا اول سؤال مدهني بيقول لي يعني اقرأ وضع دائرة حول الكلمة ايه الغريبة او المختلفة السؤال ده نخلي بنا يعني ممكن يكون مديني اماكن وحاجة تاني معهم مديني اسماء وحاجة تاني معهم افعال ومعهم حاجة تاني مختلفة صفات وهكذا هنحل مع بعض ونشوف السؤال الاول بيقول لي ايه سوبر ماركت بارك هوم باونت سوبر ماركت اللي هو سوبر ماركت بارك منتزه هوم منزل باونت يعني جنيه يبقى المختلفة هنا مين باونت يبقى المختلفة ايه باونت السؤال الثاني مديني بنسل وابل وسيريول وكاندي بقلم جاء بقلم رصاص تفاحة طبعا من الحبوب حلوة يبقى من المختلفة بنسل بنسل تشيب وان سري سيفن طبعا هنا دي ارقام مع عدد تشيب دي صفة يبقى هين المختلفة علي سندي ماندي فرايدي ايام الاسبوع وعلي يبقى علي اللي هو ايه مختلف تعالوا بعد كده نجرى الدرس مع بعض الدرس ده ولد بيريد ان يشتري بعض البطاريات وبيسأل البقى عن السعر بتاعهم فالولد بيقولها هاو ماتش آر زيس هاو ماتش آر زيس يعني كم سمن هؤلاء رضت عليه قاتلو ايه اللي هي الباية زي آر وان باونت ايتش زي آر وان باونت ايتش يعني الواحدة تمانها ايه جينيه يبقى بنستخدم هاو ماتش لما بنسأل عن السعر هاو ماتش بعد كده ممكن لو الحاجة دي جامع بنقول آر زيس لو كانت مفرد بنقول از زيس ده لو كانت ايه مفرد هاو ماتش اززز كم تمن ده لو انا بسأل على الجنم ده بقول هاو ماتش ازززز بسأل عن حاجة جامع فبقول هاو ماتش آر زيس الرد بتاعه هنا الباية قاتلو زي آر يعني هم يكونوا وان باونت ايتش يعني الواحدة بايه بجنيه واو طبعا ده تعبير بيقال عند الدهشة يعني انها ايه رخيصة ايول تيك سري انا حاخد تلاتة الباية قدتلو اوكي ذات سري باونز يعني كده تلاتة جنيه تكلفة بتاعتهم كام تلاتة جنيه اه الباية قدتلو هي دونت فورجت يورتشينج فقالو لدها الفلوس وماشى ولسه لي باجي فبتقولو هي يعني يا هذا دونت فورجت لا تنسى يورتشينج الباقي بتاعك الواحد قل اوبس يعني اوه شكرا جزيلا ده بالنسبة ليه للمحادثة حنقراها مرة تاني ونركز مع بعض هاو ماتش ار زيس هاو ماتش ار زيس هاو ماتش ار زيس زي ار وان باونت ايج زي ار وان باونت ايج واو زات سي تشيب واو زات سي تشيب شكرا جزيلا تعالوا مع بعض نشوف السؤال ده اللي هو دعني استمع واكمل بكلمة هاو متش ار طي احنا قلناها في النص اللي هي زيس زي اروا مباوند ايتش واو زاتش تشيب دونت فورجت لا تنسى يوري اتشانج السؤال اللي بعضه في صفحة 16 طيب عند استمع يا جماعة نستمع نبقى طيب السؤال اللي بعده نركز ونخلي بالنقى هنا جاب لي صورة الدرس اللي احنا جارنا نعمل شوية بيقول لي ايه هل في رجل بيحمل طفر رضيع طبعا فولس لان الحملة دي واحدة الست هم يكونوا فين في المدرسة طبعا فولس الولد بياخذ ايه الباقي بتاعه او باقية الحساب بتاعه فتبقى ايه السؤال اللي بعده نقط ماتش ار زيس احنا قلنا بنسأل عن السير بايه بهاو ماتش يعني الكتاب ده بتلاتة جنيه طبعا اه تلاتة جنيه يعني تشيب رخيص لان سن معناها نحيف وليزي كسول وفات معناها سمين اه السؤال التالت بيقول ايه زي ايه ها زي از ولا زي ار ولا زي ووز ولا زي هاس طبعا هنا زي بتاخد معها ايه ار يبقى زي ايه زي ار السؤال اللي بعده اكسكيوز مي كان يو نقط مي رح اقال له شور تيك ولا هلب ولا فورجت ولا بيس طبعا هتاخد ايه كان يو هلب يعني هل معذرة ممكن تساعدني لاني تيك معناها ياخذ فورجت معناها ينسى بيس معناها يمرر او ايه او يناول وهلب معناها يساعد يبقى كان يو هلب مي فقال له ايه شور السؤال اللي بعده صفحة سبعة عشر هاو ماتش ار زيس يعني كم سمن هؤلاء طبعا هو بيقول لي ان الواحدة بكام لو بصينا في الصورة هلا جيها باتنين جين ايه يبقى هنقول لي بقى زيس ار تو باونز ايتش او ممكن نقول زي ار تو باونز ايتش يعني الواحدة بكام باتنين جينين طيب السؤال اللي بعده دو يو لايك كان دي اي سؤال بدو هنا معناه هل دو يو لايك كان دي هل انت بتحب الحلوة فقال له ايه بقى ياس اي دو لي احنا اخدنا ياس لان هو هنا مدين ايه ترو يعني عاوزنا ان اقول ايه ياس السؤال اللي بعده هاير كان يو باي ات هاير كان يو باي ات هنا جيب لي صورة برشام بيقول لي اين تستطيع انت تشتري هزا بنشتري من فين اه هوير يو كان باي ات اين تستطيع انت تشتري طبعا بنشتري من فين من الصيدة ليه بقى هنقول له هنا اتزا كيمستس في الصيدة ليه اتزا كيمستس يعني في الصيدة ليه السؤال اللي بعده هاو ماتش يعني كم سمن اه ازز هزا كم سمن ده طبعا تلاتة جنيه يبقى هنقول اتز عشان مفرط قلنا عليه ات و از سري باونز اتز سري ايه باونز انه بكام بتلاتة جنيه طب تعالوا بقى للسؤال ده اللي هو بيقول لي اكتب اربع جمال عاوزني اكتب اربع ايه اربع جمال اول حاجة وبص عليها يا شباب اللي هو المكان اللي قاعدين فيه طيب هم قاعدين فين هنا طبعا دي صيدلية يبقى هنقول اتز انها ايه صيدلية ضيب هنا في ولد وفيه بنت تمام وفيه اللي هو البياع في الصيدلية يوجد اول حاجة ممكن نقول زير از ابوي يوجد ايه ولد نغير اي كان سي اجير تمام اه بعد كده البنت فرحانة اهو شكلها مبسوطة يبقى ممكن نقول زجيرل از هابي زجيرل از هابي البنت تكون ايه سعيدة طيب تعالوا بقى لسؤال البنك تويشن اللي هو العلامات الترقيم اول حاجة عندي هي don't forget your change بتاعت هي شنصمول هنخلي كابتل اول الكلام ودي هنخليها برضو كابتل هنا هو لان بعد علام التعجب جاي معي وdon't هنقص برضو الابستروف وفي الاخر يبقى عندي كام واحد تغيروه واحد اتنين تلاتة اربعة هي don't forget your change يا هزا لا تنسي ايه الباقي بتاعك كده يبقى احنا خلصنا الدرسة الاول في يونت